بقوية كانت لتراجي رياضي بإصابة ياسين مريح تأكلت إصابته بالربطة المتقاطعة ذهل إخسارة كبيرة للتراجي خاصة أنه مفميش معاوذين في نفس القيمة متع ياسين مريح الضابط بالمناسبة إن شاء العودة سريعة للميادين إصابة موجعة للتراجي ياسين مريح قائد التراجي قائد المتخب الوطني التونسي وياسين مريح مهما تحكي عليه رأيه يغلط صحيح يعمل أخطاء فردية ولكن حسب رأيه عنصر مهم جدا سواء في التراجي أو المتخب الوطني التونسي لأنه عنده خصال تطارق بعض يحكي عليه خصال مش أي مدافع عند ياسين مريح ساعات الهجمة تبدأ من ياسين مريح قوة رولونس خمم مليح فكر ثم ياسين مريح اللي عادة يبدأ هو الهجمة بالنسبة للتراجي إصابة لحقيقة مطالب التراجي وأنه يلقى بديل تراجي دي ما يخمم أكثر في كاس ربيت الأبطال الأفريقية لأنه في البطولة رأوا لحقيقة تنجم شوفنا حتى المدرب جديد كيفاش تغير بعض المراكز رجع بن حميدة المحور الدفاع مشاه حسام تقاع عليمين تنجم مع وجوده عودة طوغاي اللي أكيد بش يكون موجود مع جلاسي في فترة قادمة على الأقل مش الأسبوع هذية ممكن الأسبوعين بعده جلاسي طوغاي تراجي مشكلة وأنه لحقيقة ليقلق حتى بوجود مريح في الفترة الأخيرة كنشوف بنك البودالية ولا مدافع محوري موجود للتعويذ يتقرأ تشكيلة هو المفروض بيكون قصاي السميري ضد باتحاد بن جردين وفهمة حتى أكسيال وضد جوليبة وفهمة حتى مدافع محوري لا لا محوري مفروض ماو خاطر عن الإصابة والواحد وتعرف أنت المشكلة في التراجي شوف شوفنا نسختين في التراجي التراجي بالأجانب والتراجي ما غير الأجانب كيبدو يلعبوا الأجانب كاملين شوفنا القيمة متاحة من الفنية هو أجنب بواحد زيت تقريبا لعبوا بخمسة ورقة ووسعوا في بعض الأحيان ما بين مكوينة وبلايلي وفهمة فارق تلعب بالبلايلي برك دونك معنى تراجي تولي وكناها قبل وعودناها تراجي تلعب كان على البلايلي كي حط البلايلي من هنا وتحط مكوينة من هنا ما عاش تنجم مع رودريقو طوى نحكيه على البديل متاع مريح اي لا اذيك البديل مريح انا معك طوى سؤال المطروح هلانو التراجي في المركات وهذايا بشي خمم في مدافع والأقرب والأفضل نازم يكون مدافع تونسي لانو مشكلة الأجانب ما تنجمش هلانو التراجي بشي خمم في المركات وفي مدافع تونسي محوري ولانو في السوق التونسية ثم مدافع اللي الخيصال الواثع وانو عنده خبرة لانو مسابقة قرية دي ما الشغل شارغ للتراجي اذا كان ثم مدافع يزم عنده كون الخبرة يزم كون تونسي توا يدار التراجي مطالب يجد الحلول لانو الحلود اللي حكينا عليه اللي بيشو الوصل بها المدرب كما حكينا الناجم يكون بنحميدة وشوفنا حتى تاريخيا في فترة سابقة حليش شمام اللي نعرفوه ذهير يسار كم المشوار وفي مدافع محوري ونجح في مدارس هذي الاسألة اللي اكيد المدة القادمة كافلة بانو يتم الاجابة عليها وهالانو نقطة اخرى اسلام راجب اشتعتي فرصة مثلا الحديث على قوساي السميري كمدافع محور وثمه مدافع اسمه عزيز القوذاعي زيدا اللي يتدرر وثمه اسمه اخر تنسيه شوية اللي هو غيث الوهابي لعب في فترة ما لعب في فترة ما وقعتنا مع الفريق الثاني ولعب حتى الجمع الفات مع اليتوال مع الاسبوار ينجم يكون حل خاصة للعب في وقت سبق في البوست اذيك بذب السؤال متروح على انو بشي تم فض إشكالي انو واضح تم إشكالي مع غيث الوهابي لانو سنة الفارتة اسلام غيث الوهابي لعب حتى مباريات في ربيط لابتال وفجأة تظن الموسم هذي خارج الحسابات جملة واحدة هذه اللي الحقيقة ببعض الغموض اول 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 هنا برشة تساؤلات خاصة ان صارت مع بنا حميدة من اللي كان معاتها خارج القايمة وموشي جدد له عقده واصبح اساسي في الفريق صارت مع وصيما بوقرة كان ببرا بعد ارجاع اولا هنا برشة عالي مش مفهومين برشة في السياسة ولكن خلينا نكون واضحين ونوراه فراغ كبير باش يخليه ياسيم رياح دراجي مطالب بيجد الحلول خاصة في موسابقة بلاي رغم الانتقادية بظهر اللي انت تعرف وياسين مريح وقدم تمام معافكم حتى في المنتخب بشي خالي كما قال رفقي فراغ كبير في الدفاع متع ترجي خاصة مش حتى من ناحية الفنية من ناحية متع قائد فريق وعندوا الاكسبرينيونس منقابلات الكبيرة هذي اي بالضبط مريح هو عنصر مهم يسر في المنتخب الوطني تونسي وفي الترجر هذه تونسي وكيف كيف كيف كما كنت تحكي قايد فريق ولاعب يتسمى قديم في الترجر هذه تونسي من لاعب الحقيقة رغم الهافوات معناها متع مريح اللي لاعبات لم تتعليه برشا بعض الهافوات مع المتخبل مع ترجي لكن يبقى ركيزة من ركيز ترجر هذه تونسي انحاس براي فما لاعبين ترجي تنجم تجيبهم اتوينسا في كمه غرام ولا كمه ديلان براون من شختار معناها يرجع عن تونس مشكون يعرف ولا ديلان براون ولا بيش يلعبونني لشي شي واني لعبن والا الطالبي فمتا معناها عندها فما فما لاعبين تونسا ترجي معانته مشكلة معلته خطر في الفلوس اي بلا معانته مشكلة فلوس وله اذا كان الى يخذه في نجم يخذه هون و جابت ديزاق بل جوارات كانوا يلعبوا البرره هاي إجابة ما فهم مش بطولة ما يفكون شوما سامي ما بطولة والله يتوقف فاما سنعم ما فهم اسكندر صغير متقلق في الولمب البيجي ولا ساق مالك الميلادي اللي هو الترجم اللي تحباش ما رجعلك يشوف الجمعية ترجم ما تجيب كان 1.2 فاصل خاصة اغزر ليه خاصة في الدفاع طيب تقول اليوم اتنا حالك اكسيال كابيتين ما تنجمش تعاوض بليجي حتى انا توقف نسمع فيه بشتعاوض بجيب اريل بش يجيب بديل هو خبرة ربيط لبتار وانما كان اكسيال انا حاس براي يدميتيه واخت لي بش تدخل تلعب معه فيها دور متقدم الإخديم ما كش بش يجيب بره وهي أغلالتهرات بش يكون بديل باحتبال مكان اساسي بش يكون فيه طوقاي وجلاسي المفروض بش يكون هكا لهم وقت فماش بديل اخي اما بعد اتقل في بعد اتقل في انا حاس براي الملاحسن انه الترجي يتلوج على على اكسيال وبالمناسبة هذه نحن نشيد بالجلسة الهيئة المديرة اللي ندي الأفريقي هذا اللي كما مش تحكيوا هاي تفضل هاي سبقتك معنا كان مواجهة المختارة والسؤال لديك قصيد علي ما بينتكمش مانش قسمين دونك معانتها اللفتة كريمة وراجعوا معنا كيمة لإدارة التراجي في إصابة معز حسن تفاعلة شفنا تفاعل مع الإصابة مع الإصابة متاع مريح إن شاء الله نشوفوا التواصل لهذا تهنت الفرقة ضم بعضهم بالتتويج إن شاء الله بش نحطوا للسوميم شوية آخر تقولي ما مر شرفي ويا حدا إن شاء الله إن شاء الله ورحلينا نحلمه ميساش باي أنا خايد ناخذ من جانب آخر النقطة اللي حكاها بيلال نحن شوية نشوفه من جانب السلبي نعم السلبي لا لا مش دخلك أنت نشوفه من الجانب الآخر اللي حكاوا عليه جماهي التراجي كهبطة البلاغ على معز حسن ذكرة حارس المنتخب الوطني التونسي ومش حارس الناد الأفريقي وهذا خلى حتى شوية بوليميك على الفيسبوك الافريق البارح كيف كيف ذكرة ياسين مريح مدافع على المنتخب التونسي ومقاتش نولاعب التراجي لهنا الجماهير امتعنا تأول حتى في الحكايات من نوع هذا حتى حاجة باهية نمشيوا بها للجانب السلبي والله يفهم حاجة طوام اللي خدمت مع السلبي يعطيه مساحب لدقة ملاحظة لا لا العبادة مش انتي نحن نقول لك اسلام وما حتى جمهورك يعادي لي لكامنا هو يدقك في الفوكابيرير ويسلح في النقطة ويرجع في الليلة دي ما يطلع حاجة يقول الجماهير نحن كنا في الصفر كنا للضرب ورا وما فماش طلعنا للواحد طلعنا في صلة مريشتر وللدو لكن هنا تسوى اغزولي انا ريت نادي الفريقي والتراشي في بعضهم باعتبار لسابات صار وما بعضهم ولا يتمنيت انا خطر سئلت قالوا لي حتى النجم الرياضي السيحلي ولا نادي الرياضي السفيقسي ما هبتوش المستير اعتقد هبتت انا هذي رو بعيد على الالوان هذي عاب تضرب هذي بشي تخل بلوك شي عمل بونج بشي تراب معنى عائلين ولا كذلك رو تبعد على كل شي نقعد ومثالش خلينا في الإصابات كما قال سيبيلال التتوجيات رو صعيب رو كلبوس تحب هو رو البرح بركة معنى توينت اكت الاسابة متاعن عطان تصور انا في لا لا الاسابة هبتت النادي الافريقي مالمو دوب ما تخرج الاسابة تهبت مدام اسمونا لعبد الكل أنا تمنيت لو كان النجم الرياضي السياحلي إذا كما هبتش هبت السياسي ما لعبد هبتت لعبد كل هبت حاجة الحقيقة النادي الافريقي كما قال سيبيلال رجعوا الكادو ونتمنى لو كان ما عنديش المعلومات التصورت الي هيئة التراجي طلت على معز حسن بعد العملية معاش مريد تصور ياسين ماذا بينا هايكل تخيري هز معاستاف يمشي طول على ماذا ما عملش غدوة اعتقد غدوة بشكل العملية نهار تجمع نهار تسبت يمشي طول عليه وإن شاء الله ياسين مريح يخليهم يصور